في العاشر من نوفمبر الماضي بتصفية كاس العالم اكتسحت البرازيل منافستها الارجنتين بثلاثية وتولت النتائج الاجابية حتى بات البرازيل اول منتخب يبلغ نهائيات روسيا ولازلت الارجنتين تبحث عن مكان تحت شمس روسيا وهي صاحبة المركز الخامس وفي وضعية معقدة المنتخبان شد الرحال الى موراء البحار استراليا والانظار منصبتون على مدر بلالب سلستي الجديد خرخ سان باولي وعلى نجب بلاده الاول ليونيل ميسي انه لاعب مرجعي تحدثنا مع بعض سعدت كثيرا برغبته الكبيرة في ايصال بلاده الى كاس العالم هذا يعطينا الامل دون شك حتى يكون معنا هنا قطع اجازته الخاصة في الصين وهذا امر يستحق عليه التحية والثنى مع ميسي سيكون حاضرا لفيف من النجوم باولو ديبالا وكونسالو ايجواين وانخل دي ماريا لكن سان باولي وجد نفسهم مضطرا للجواب عن سؤال تقليدي لماذا تلمع النجوم مع انديتها وتخبوه مع الارجنتين وميسي قد يكون نموذج عند المقارنة بين الارجنتين وبرشلون علينا ان نضع في الاعتبار ان برشلون الظل يقدم عرضا قوية مكنت ميسي بان يجد موقعه في وسط الفريق علينا ان نخلق وضعا مماثلا في منتخب الارجنتين بما يمكنه من استغلال مهارته بالشكل الامثل وذلك بالتعاون مع الاخرين يجب ان نتفادى ان نجعله معزولا وهذا ما نعمل على تحقيقه البرازيل عشية مواجهتها الثامنة بعد المئة مع جهرتها في كلاسيكو العالم تعلموا ان المباراة هي اكثر من ودية وان كانت غير رسمية الفوز بالنسبة للبرازيليين له طعم خاص برغم غياب نجمهم الاول نيمار عندما نتحدث عن مواجهات البرازيل والارجنتين فليس هناك مباراة ودية الكل يرغب في الفوز خاصة نحن من اجل مواصلة زخم الانتصارات الذي نعيشه حتى الان ومن ناحية اخرى لقد غير المنتخب الارجنتيني مدربه المدرب الجديد ادى مهمة جيدة مع منتخب تشيلي وكذلك مع ايشبيليا على مر التاريخ تغى اللون الاصفر على الازرق السماوي باربعة واربعين انتصارا مقابل ثمانية وثلاثين حكاية الثار الكروي قائمة دائما البرازيل تلعب بارتياح اكبر والارجنتين مع سانباولي لترتيب بيتها الداخلي قبل مواجهة اوروغواي في الحادي والثلاثين من اغسطس المقبل لعل ابواب العالم لا تغلق في وجه ميسي واصدقائه